باب السجود على سبعة أعضاء باب السجود على سبعة أعضاء باب السجود على سبعة أعضاء حقا منظر الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنظر الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يلتكو عن الهواء خلال أخبرنا أبو سهد احمد بن محمد بن العباس الحميري قال اخبرنا ابوا ابس احمد بن عدلال احافظ قال حدثنا ابوا ابس احمد احمد بن عقوب قال حدثنا علي بن الحسني الهلالي والسري والسري ابنة حسيمة قال سكت حدثنا وَإِنَّ اَلَّا الْعَالِيِ اَلّا الْعَالِيمُ الْعَالِمُ كَالَ انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتحمل ذهك الله فقط يأتي إذا قال رسول صلى الله عليه وسلم من العامر؟ الله هو العامر وإذا قال صحابة أمرنا من العامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والله أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء منظر الله أن أمر سيني أن يسجد على سبعة أعضاء لأن 있잖아요 إنها الأعضاء مرة أعضاء لأن الله يعرف شخص يسهر بالنماء سيدينا من الجبحة تصوني وإشارة بيديه تصوني يأثير يأثير تصوني 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 وليد يد 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 تصوني يد 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 وَالرُّكُبَتَيْنِي دَغُوِيهُ عُدَابِيُّ نَوَكِينَ وَأَتْرَافِ الْقَدَمَيْنِي دَكَفَى عُدَابِيُّ نَوَكِينَ وَلَا أَقُفَّ الصَّوْبَةُ وَلَا شَعْرَةُ هذا أنتنا أن يسو جدا أكا نقبو بي غدا باكوي سي نون أكوشي سمياء البركة دَحن نَيَهُ عُدَابِيُّ دَغُوِيهُ عُدَابِيُّ واطراف القدمين لكفا قولا بيكفا قولا دو جيبين وَلَا أَكُفَّ الثَّوْبَ كَدَنَا تَكْتَرِ تُفَاتَّ مَنَا إِنْزَاكَ يَسُّ جَدَةً سي كبر قومة يَسُّ جَدَةً لِنْ غَيْشِ لِي مَا يَسُّ جَدَةً وَلَا أَكُفَّ الثَّوْبَ وَلَا الشَّعَرَةً حقا قائش سي عبر قومة يسي ما يَسُّ جَدَةً هَذَا هَدِثٌ مُتَّفَقٌ أَلَا سِحَتِهِ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بِنْ وَعَلَّا إِبْنِ أَسَرِن وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَمْ مُحَمَّدِ بِنْ حَاتِمِنْ أَنْ بَحْزِ بِنْ أَسَرِنْ أَنْ وَحَيْبِ وَأَخْرَجَهُ مُتَّفَقٌ أَسَرِنْ قال وَأَخْرَنَا أَحْمَدُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِي وَمُحَمَدُ بُنْ أَحْمَدِ أَلْعَارِفُ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أحدثنا أبو الأباس الأسم قال أخبرنا الربي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سوفيان بن عيين عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن أباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أسابعه وجبحته ونهي أن يكفت منه الشعر والثيابة ما على الحديث ما هو من بجه هذا حديث متفق على سحته أخرجه محمد عن قبيسة عن سفيانة عن أمر بن دينار عن طاوس وأخرجه مسلم عن عمر الناقدي عن سفيانة عن ابن طاوس عن أبيه قوله ونهي أن يكفت منه الشعر والثيابة أي يضم ويجمع ما على الحديث وحديث 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 يجب أن يتماعي السجرة إن قاشي نعبر قاشي ما هي السجرة قال الله سبحانه ونهي ألم نجعل ألم نجعل الأرض كفات كفات معنا أي ذوات كفت أي ضم ألم نجعل الأرض كفات تكفت تكفت على الموضي الذي يسلفي عليه صاحباه من الأرض قاشي ألم نجعل كانت مسجدًا كانت مسجدًا كانت مسجدًا كانت مسجدًا كانسき مسجدًا كانسك مسجدًا كما ترى أن مسجدًا بنا كان يريدان كان شمال لا يريدان ستناقش لا أقضح طب绅 Guysتذكرًا مشابين أعرض свой 짓 شخص ما نهام ومن المسلح عن أي شيء نعم لذلك من البلد من أن تفع تلك من البلد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ مَزْحَبٍ إِمَاو مَالَكِ كِرَو وَالْأَوْزَاعِيُ وَأَسْحَابُ الرَّأَيِّ مَزْحَبٍ أَحْنَافِ كِرَو وَأَحْمَدْ وَإِسْحَاقْ وَعَامَةِ الْفُقْهَائِ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَى يَضَوْ كَفَيِّ وَالَلَّذِي يَضَوْ عَلَيْهِ جَبَحَتَهُ وَإِبْنُ عُمَرَى يَضَوْ كَفَيِّ وَإِنَّذِي سُجَدَا كَمَيْدَ قُوَاكِ سُجَدَا كِرَ وَأَمَّةِ الْفُقَهَائِ وَأَلَا أَنَّا كَشْفَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَالْقَدَمَيْنِ سُجَدَةِ وَإِمَا وَاجِبِ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْ يَضَاءً فَهُوُ بِالْأَرْضِ فَإِنَّكُمْ كَدْ عُمَرْتُمْ بِذَلِكَ إِذَا سَجَدَةَ وقال ابو الشعصائي رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض إذن رأى ابن عمر إني سجد عسيه لقى هنشي قوشي سكي يتبكسه أما هنشي جمال يتبكسه فقلت له فيه سينا تم بيش نجي آية أكرم كلا وكذا فقال سينا في من حر وجهي وانا أكره أن أشينا وجهي حر وجهي ما بدا من الوجهي يتبكسه أنتنا يناك سكي قوشكه تبا نصنع أورا أكرزافي يخونيني في جمعاتيو هنفهمتا؟ حر وجهي ما بدا من الوجهي وحر رملي ورملة طيباتو باب حيات السجود ينزو مسألة تاقاري متاني ديوا حاني دي شكا وانفهمتا شكرا وانفهمتا بأنه سيناك ديوا وانفهمتا من صرتنا هنمًن برحاق بخط برحاق بخط الوحر أنت بالتكلم جو إني ذو كم قشن إنكا السجدات كم قشن قوشن قوشن صليت arenي حقما تو ينزو ميحبن ديوا سجدات ميحبن تريد جوشن ت Perchاني يعمل من ذلك سجدات آي قوة تباه باب هيئة السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْخَهُ وَجَبْحَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَذُوَ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ سَيَدُو شِنْسَ مِعَالَ بَرْكَةِ تَبَقَسَ وَنَحَا يَدَيْهِ أَنْجَنْ بَيْهِ يَبُورَ هَنَّا يَسَى يَكَرَسْ يَقُنْ أَمَالَ سَيُدَجِدِ وَوَضَعَ كَفْطَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ سَعَنَا يَسَى دُورَ تَبْقَنْ سَمَالَ بَرْكَةِ وَنَحَا يَدَيْهِ يَنْدَكَ كَيَسُ جَدَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْهٌ قُلْتُ مَا لَيَتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْإِلِمِ إِلَىٰ أَنَّوْ إِذَا وَضَعَ فِي سُجُود جَبْهَتَهُ أَلَىٰ الْأَرْضِ وَلَمْ يَضَعَ أَنْفَهُ أَجْزَأَهُ مَا لَمَا يَسُنْكِ إِنِّي يَسُّ جَدَ يَا أُرَا قُشِنْسَا أَكَكَسَ أَمَّا هَنْتِي سَبِيْتَبَقَسَبَ أَكَةِ أَجْزَأَهُ وَاَوْجَبَ بَعَدُهُمْ وَضْعَهُمَا جَمِيعًا وَيَسُّ كَتِي وَاجِبِهِنِي سَيَ يَنْدَقُوشِيَةَ تَبَقَسَ حَكَ أَنْتِي جِمَاسِيَةَ تَبَقَسَ وَاخْتَارُوا جَمِيعًا وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذُوَ الْمَنْكِ بَيْنِي قَرِيبًا مِنَ الْأُذْنَيْنِي دُكَسُ كَتِي مُتْي يَسُجَدَ حَنَّا يَسُّ زَاسُ يَسُجَدَ حَنَّا يَسُّ مَا سُجَدَ سُئِنَا اَكِي تَبَايا اَكِي مُتَقَبَ اَكِي آآ دَيْدَي دَكَا فَدُنْكَ حُسَنَ كُنْنَنْكَ حَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابن عبداللہ الصالحي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكَرٍ اَحْمَدُ ابن الحسن الْهِيري قَالَ أَخْبَرَنَا حَاجِبُ ابن عبداللہ بن حاشم قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفِيَانَا عَنْ آسِمِ بِنْ قُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَوَائِلْ مِنْ حُجُرٍ قَالَ رَعَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِينَ يَسْجُدُ وَيَدَيْهِ كَرِيمَتَيْنِ مِنْ اُذْلَيْهِ مَا مَنزُوْ عَلَّهُ لَوْكَةِنِ دِي سُجَدَةً زَاقَ هَنَا يَسَسُنَا وَكُسَدُ وَكُنْا يَسَ مَاسْعَ الْبَرْكَةِ نَا مَا نَا يَنْدَعِكِ سُجَدَةً اندِي سُجَدَةً زَاقَ يَتْجِكِ صَلَّى هَنُنْ كَنَا تَكَانِنْ كَافَتَنْ كَنِزُ وَكُنَّا يَنْكَ بَا غَبَزَا سُجِدْ بَا غَبَزَا كَبَرْ سُبَا هَمْ فَهِمْتَا هَا بِنْدَعِ كِيَمِ فِيكِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ صَالِحِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكِرٍ اَبْنُ حَسَنِ الْحِيَرِيُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَاجِبُ اِبْنُ أَحْمَدْ أَبْتُوسِي قَالَ أَحْدَّثَنَا أَبْدُ اللَّهِ بُنُ حَاشِمٍ قَالَ أَحْدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ أَنْ سُفِيَنَا أَنْ عَاسِمِ بِنْ قُلَيْبٍ قَالَ أَبِهِ أَوَائِلِ بِنْ حُجِرٍ قَالَ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وعليه قريبتين من أذنائه وروع عن أبي إساق قال قلت للبرائي نا تنبئي سيدنا البراع بن عاظب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع وجهه إذا سجد قال بين كفايه إنا منظر الله وجهه خسكة سمية البركة إن يسجد سجد بين كفايه سكان من وعن أبي إساق قال اعتمد البراع على الأرض ورفع أجيزته مراع يسجد وقال هاكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الترسي قال أحدثنا محمد بن حمد قال أحدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي سفيانا عن جابر قال أخبر أخبرنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن عبد الله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 intelligence تلاهث كم تفضل تلاه IndonesEEEEEEEEEEEE др تعالى رياضي الرجل تلعب تلعب منötほ Kellyan اشتركوا في القناة 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 شكرا